الكتاب ببسيط قوي فكرة كانت في وسط ما أنا عبر سنين طويلة كان فيه فكرة محيراني وسؤال مديقني وكل ما سأل الرب عبر السنين والرب ياخدني في الإجابة شوية 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 عشان يجاوبني على سؤال مهم قوي إيه الفرق بين مؤمنين العصر اللي احنا فيه ومؤمنين الكنيسة الأولى أيام المسيح إزاي هما ما عندهمش ولا حاجة من الإمكانيات بتاعتنا كلها لكن كانوا بيقدروا يوصلوا لكل الناس وبيأثروا في كل البشر ومطرح ما يروحوا مؤثرين طيب ليه احنا ما عندناش نفس درجات التأثير دي كانت بداية السؤال والرب قاعد يجاوب على أسئلة كتير لغاية موقفت عند مشكلة طيب الكرازة بتاعتنا وطريقتنا ليه مش تأثيرها زي تأثير الكرازة بتاعته ففي يوم القامة أنا بقرأ كتاب قريت حاجة كانت فتحت عناية كانت مفاجأة ليه لما كان بيتكلم في لقى عشرة وديها شرحة بعد شوية بس لما كان بيتكلم المسيح لما بعت الرسل السبعين اتنين اتنين وقال لهم كل بيت دخلتموه قولوا سلام كلمة سلام أنا كنت بقراها سلام وفهمها كده لغاية ما قريت لها ترجمة مختلفة معناها باركو البيت ده واول ما سمعت كلمة باركو وانا بقراها كده خبطت معايا وكأن الروح القدس راح خبطني وقال لي بص اهي دي ده المفتاح بدأت بقى اعمل بحث في حكاية باركو وكانت الصدمة الكبيرة ان انا ملقتش اجابات عن كلمة باركو لاعنيكم اللي المسيح قال احبه اعدائكم باركو لاعنيكم ان انا لقى كتب عن باركو لاعنيكم او لما الرسول بوليس بيقول باركو ولا تلعنه ملقتش ولا كتاب باي لغة اعرفها او في التاريخ المسيحي عن الفكرة دي كانت طبعا بالنسبة لي طب انا هعمل ايه اعدت مع دراسة كلمة الله والصلاة والرب ابتدى يجاوبني على شوية اسئلة فكتبت الاسئلة وكتبت الاجابات دي في ليلة رأس السنة حصل ظروف ما قدرتش اروح الكنيسة فاعدت اصلي في البيت في سنة 2017 و31 ديسامب وانا قاعد بصلي قدام الرب حصلت بقى حاجة كانت عجيبة تحدث الرب الى قلبي وقال لي اللي انا اديتهه لك في موضوع باركه ولا تلعنه اكتبه وانشوره وقال لي يا رب انا ما عملتش الحكاية دي وما بعرفش اعملها انا اعرف اقرأ بس مش حكاية اكتب ما هل بيقرأ هي اعرف هي اكتبها هي كانت مفاجألية وبالتالي اعتبرته تكليف من الرب وبدأت اعمل الكلام ده والرب ارسل كثيرين يشجعوني ويساعدوني وفي كل المجالات والحاجات اللي انا ما عنديش خبرات فيها يعني الرب اقام المهندس فؤاد يوسف من ربطة الانجليين في مصر انه تكرم مشكورا وقال لي انه هما هيتولوا نشر الكتاب وده اللي حصل بعد كده اتنشر الكتاب